ناقش برنامج ناقش مدير عام مدرية المنصورة بمحافظة عدن محمد عمر البر خلال لقائه مسؤول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالمحافظة الدكتور محمد عدروز زين الترتبات النهائية لتنفيذ برنامج مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لمدينة التقنية السكاء السكنية وتركيب شبكة جديدة للصرف الصحي في بلوك عشرة البالغة تكلفتها أربعمائة ألف دولار وفي اللقاء أكد البر على ضرورة الإسراع في البدي بتنفيذ المشروع لما له من أهمية بالغة كونه سيسهم في الحد من طفح مياه الصرف الصحي الحفاظ على الأثر البيئي في المدينة ببديا استعداد قيادة السلطة المحلية على تدليل الصعاب وتوفير كافة التسيرات اللازمة بدوره أوضح مسؤول برنامج الأمم المتحدة للمسلطنات البشرية بعدن الدكتور محمد زين أن تنفيذ المشروع في مديرية المنصورة يأتي ضمن حزمة من المشاريع الخدمية المعتمدة لمحافظة عدن من قبل البرنامج مشيرا إلى أن اعتماد المشروع يأتي بعد إجراء عملية مسح ميداني على مستوى المحافظة لمعرفة حالة المنشآت الخدمية الأساسية